يا مساء الخير مشاهدين مرحبا بكم في ترند على شاشة الشروق الإخبارية سنتحدث عن مواقع التواصل الاجتماعي عن التغريدات والهاشتاغات الترندات أصور الفيديوهات وتعليقاتكم أنتم قصتنا هذه المرة عن شاب جزائري هذا عنوان الموضوع شمس الدين بطل الرياضيات شاب لم يكتفي بتكريم واحد من رئيس الجمهورية طالب مجتهد في الرياضيات لطالما أهب الأرقام والمعادلات منذ صغره في عام 2023 شارك في أولمبياد الرياضيات وحصل على الميضالية البرونزية مما لفت الأنظار إلى موهبته الموهبة الفذة وأكسبه ذلك تقدير واحترام الجميع وكرمه رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون آنذاك مما زاد من عزيمته وإصراره على تحقيق المزيد الفيديو يتواصل التكريم لتكريم متوجين بالميدالية البرونزية في الأولمبياد العالمي للرياضيات باليابان لسنة 2023 يتقدم التلميذ شمس الدين عبد العالي دراش شمس الدين عبد العالي دراش تلميذ في الثانية الثانوي بثانوية الرياضيات محند مخبي بالقبة يحبى بهدية وميدالية ومع مطلع هذا العام الذي نعيشه بدأ شمس الدين بالتحضير للدورة الخامسة والستين للأولمبياد العالمية للرياضيات التي عقدت وتعقد في مدينة باث بالمملكة المتحدة في الفترة بين 11 جوليا والغد 22 جوليا تحتضن مدينة باث المنافسة الدولية التي شارك فيها 609 متنافس من 108 دول كانت التحديات طبعا حاسمة وصعبة لكن شمس الدين بثقته وعزمته تمكن من التغلب على التحديات وفاز بالميضالية الذهبية ليصبح أول جزائري وأول عربي وأول أفريقي ينال هذا الشرف في تاريخ الأولمبياد شمس الدين طلق تهنئة حارة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون الذي أشهد به في منشور الرسمي على منصة X قائلا أن دراج شمس الدين عبد العالي مثال البذرة الطيبة من شباب جيل الجزائر الصعيد وأكد الرئيس أن هذا التلميذ نال البكالوريا بامتياز في دورة هذا العام وأهدى الجزائر لأول مرة ميدالية ذهبية في أولمبيادة الرياضيات عبر الرئيس عن فخره وامتنان الوطن لهذا الإنجاز الكبير مؤكدا أن النجاح يعكس الجهود المبذولة في تطوير التعليم بالجزائر زملائه في الفريق الجزائري تحصلوا على شهادات شرفية مما يعكس المستوى الرافية الذي وصلت إليه الجزائر في مجال الرياضيات قصة شمس الدين عبد العالي هي قصة إلهام لكل طالب يحلم بالتفوق ولكل أسرة تؤمن بأهمية التعليم والجهد المبذول صوفية تقول في التعليق الأول أنه تلميذها العزيز شمس الدين مهما عبرت عن مدى فخري واعتزازي بك كلمتي لن تفيك حقك نابغة من نوابغ الجزائر شرفتني أنا شخصيا كأستاذتك وشرفت الجزائر ربي يحفظك من العين نهال كتبت أن المثال الأعلى للمثابرة بالميدالية البرونزية إلى الفتك بالميدالية الذهبية فخرنا محمد كتب ما شاء الله ربي بارك أشخاص بسطة ويبينوا من خيرة الناس والله حتى تتمنى تصاحبه وتمشي وتهدر وتقصر معه ربي وفقه إن شاء الله للأفضل ونشوفوه عالم ولا شخصية بارزة في العالم